كل ده في سوق الثلاث ايوة كل ده في سوق الثلاث تحف انتكات كسات تجهيز العرايس مفارش بالمترو بالكيلو سجات كل حاجة موجودة في سوق الثلاث سوق الثلاث في المرجى هيبهرج بجد تعالوا شوفوا العنوان بالتفاصيل وشوفوا ايه في سوق الثلاث ومن تسلسونيش في اللايك والاشتراك في القناة انا خمسناشر وعشرين بلوك اي حاجة بخمسناشر وعشرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يلا بقى بينا كده عجولة في سوق الثلاث بالمرج القديمة دي محطة المرج القديمة هتنزلوا فيها كده زي ما انتم شايفين هتقولوا فين اتجاه سوق الثلاث طبعا معروف جدا هتنزلوا بقى كده تدخلوا السوق هتلاقوا حاجات اول مرة تشوفوها غسلتك مكسرة بتجازك عايز كتا غيار تلكتك عايز رفوف عايز اي حاجة موجودة هنيك زي ما انتم شايفين كده دي حاجات الغسلات خراطيم والحاجات الخاصة بتغسالة وهنا العيون البتجاز زي ما انتم شايفين كل ما يخص البتجاز من جوه ومن برا والشعلة اللي هي بتشتغل بالانبوبة ديت كمان والخلاطات اي نوع خلاط عايزة شفشأ بتاخذي الخلاط كده وتروحي هناك يجيبلك الشفشأ كده ويجيبلك كل حاجة بالميس زي ما انتم شايفين كده ودي كمان الشياطة اللي بتتحطي على البتجاز عشان لو عندك مثلا كانت كاصغيرة او حاجة ما تقعش عنده حوامل البتجاز زي ما انتم شايفين كده عنده الخلاطات عنده كل حاجة موجودة جوه السوق كده بعد السنترال بتاع المرجع هتلاقو فارش كده وهتلاقو في الشوق على طول زي ما انتم شايفين هنا لو حلة بتتزحلق او حاجة ده حامل كده للحلة تحطوه كده فوق البتو جاز فوق يعني البتو جاز زي ما انتو شايفين كده كل حاجة موجودة هناك بسم الله من شاء الله اللهم مبارك اللغة شون بتاع الكلمان لو لغطة بتاع الكلمان بتاعك مكسر ومش لقيها غطة تروحي تجيبي لغطة من هناك عنده حاجات كتير قوي انا مش هارفها بتاعت ايه وعنده مطحنة مطحن بتاعت الخلط وسخانات كهرباء وحاجات كتير قوي قوي عند الراجل دوت بعد سنترال المرجي كده هتلاقو فارش بنفس صف السنترال زي ما انتو شايفين كده ورفوف التلاجة بقى بقى اشكالها وانوحها والوانها هتلاقو كل حاجة هناك ودخلتي بقى كده السوق جبتلكو اول حاجة بس كده ده في نص السوق بس انا جبتهلكو في الاول كده عشان نفسكه وزيتفتح على السوق ده عنده اي فاصل اصغنرة اللي هي فيها الزرع دي بخمسة وعشرين جنيه اللي انا مسكها دي بس دي سيني مش بلاستيك عنده شوية تحف جميلة جدا جدا بقى والزرع والاشكال عجبتني جدا جدا بس طبعا معديني المجني بس زي ما انتو شايفين كده انا دخلت محل في نفس الحاجات دي اتصادمت من الاسعار يعني نرخص جدا على المحل فطبعا قلت يا ريتك وتشتريت من هنا عندك جميع بقى الانتيكات والفازات زي ما انتو شايفين كده والحاجات المدهبة اخر الشياكة بقى للناس اللي بتحب الدكيرات والحاجات دي زي ما انتو شايفين بسم الله ومشاء الله اللهم بارك عنده برج ايفل دي بخمسة وعشرين جنيه الفازة الزغنانة دي هي صيني وزا ما انتو شايفين كده بسم الله ما شاء الله عنده كمان الشمعدان وعنده الحاجات الكريستال دي ده منظم الكياج اللي هو الكريستال ده وعنده الزرع اللي هو الدهبي ده اللي فيه زرع اه هنا اي فازة كبيرة الحجم الكبير بمتنوا خمسين اللي هما دول بالاشكال اللي انتو شايفينها الجميلة دي بس هي فاضية بقول بمتنوا خمسين طبعا انا ما بلاقي الحاجات دي غالية بصراحة ما باشتريش مني انا ما تحكش عليكم ما اقولكش ان انا راحة سوق التلاتة ومحاوش عشان اروح اجيب فاصل لا ودي الشمعدانات عجبتني برضو جميلة جدا بسم الله وان شاء الله طرتها كده مع بعض وحاجات بصراحة حلوة زي ما تشايفين كده دي حاجة بمت جنيه ودي بقى عجبتني قوي والله اندمت اللي انا ما جبتهيش دي بمية وعشرة زي ما تشايفين كده شكلها جميل جدا يعني هتقوله بمية جنيه يقولك ماشي عنده بقى المبخرة دي برضو عنده برج ايفل بمية وعشرة يعني اقتريت الحاجات اللي تحف الغالية بمية وعشرة هنا بقى مشيك كده زي ما تشايفين ملايات كده فرشات وكل انوع بقى وماشي الملايات زي ما تشايفين حاجات الخاصة بالستتاير والملايات والتفاصيلات والحاجات دي هنا برضو اي عباية سودة وفيها عباية الوان دي ب300 جنيه طبعا احلى حاجة في سوء الثلاثة ان فيه فصول يعني انت مثلا هقولي ب300 جنيه ممكن تغدير ب250 جنيه ازاي المحلات المحلات ما بتعرفش تنزلي معهم جنيه زي ما تشايفين كده بسم الله وان شاء الله ومبارك والعباية برضو حلوة في بمية جنيه برضو العباية احنا كده ماشيين جنب سوء للمترو بتاع المرج القديمة تدخلوا بقى كده جوا السوق هتلاقوا بقى ايه حاجات جميلة جدا زي ما تشايفين كده ناس فرشة بقى على الناحيتين دي المقربزات دي جنب المترو كده على طول هتمشوا معيها ده اول السوق كده انا لسه ما دخلتش السوق انا كنت جايبتكم شوية حاجات كده افتح نفسيكو بس هتلاقوا ده فرش بقى بيبيع انواع المسحوق كلها بس رخيصة وهنا بقى ملابس اطفال والتوابل والشيتوس والحاجات اللي هي بتاعة المصانع والاساتك وصصة وجزم طول ما انتم ماشيين بقى وبلاستيكات وحاجات كتير جدا جدا ده احنا كده لسه بر السوق فستان فرحة هوا اللي عنده مناسبة مش تلاقي فستان هتلاقوا المحل بقى ده كده ده قبل السوق كده جنبه بتاع الساتير على طول فيه كمان محل بيبيع براويز وساعات وحاجات جميلة جدا وزا ما انتم شايفين بقى كده هنمشي مع بعض انا كده بصور وانا ماشية ملابس داخلية وعندكو بقى وحب بيبيع اساتيكهو والبطاطين بقى وكل حاجة خاصة بالعروسة والملايات بقى وحاجات جميلة جدا وهنا ده بتاع الساتير تعال نسأل بقى الساتير هنا المتر قال لي بـ 80 جنيه وفي كلام تاني للبيع زا ما انتم شايفين ممكن تاخده بـ 65 جنيه الساتير صراحة جميلة جدا ورقيقة وحب الالوان اللي هي السادة دي اللي مش داخلها لون تاني فيه طبعا كل حاجة على حسب سعرها قال لي صوري وكل حاجة بقى على حسب سعرها عنده مش كلهم سعر واحد والبريع دي بقى كده والقمش دوت ممكن توفق لونين مع بعض بيجيب الدرجة بتاعته الفتحة والغمق زا ما انتم شايفين كده بسم الله ومشاء الله ومصال على النبي نكمل بقى الجولة بتاعتنا كده جوا السوق هنا واحد بقى بيبيع جوز هند وحاجات الفوك الغريبة كده ودي بوسط المنجاية المنجاية ضخمة جدا مش باينة في الصورة يعني هنا بقول له كل دي منجا وعنده حاجات كتير بقى وعجوة ومش عارفها ده ايه خرشوف ولا ايه اللي يعرف يقول لي بقى في التعليقات زا ما انتم شايفين كده دي شباشب والستاير بقى اشكال والوان وفي واحد تاني فارش بقى اللي يعني اللي بتجهز حاجة ببسيطة كده والباقي الصيني والميلمين وكذا بقى يعني اكتر حاجة في السوق في رشاة الساتير الساتير والميلايات زا ما انتم شايفين بقى ودي الدفاية اللي هي على شكل بقى رديت وهنا يدون بقى طول ما انتم ماشيين الملابس الداخلية بقى كتير جدا هنا اي حاجة بخمسة وتمانين جنيه اي واحد من دول بخمسة وتمانين جنيه تعالوا بقى نروح عند الفرشة الحلوة ديت الفرشة اللي كلها بلاستيكات دي اي حاجة هنا بخمسة وتمانين وبيعشرين ده بعشرين جنيه الباسكت ده بصراحة جميل جدا وحاجات حلوة عجبني برضو اللون ده ده برضو بعشرين جنيه الشمس معاك سمعي خالص والتصوير حاسة ان انا مش شايفة حاجة اثر وانا بصور فصامحونا بقى التصوير زا ما انتم شايفين كده عنده كل حاجة بخمسة وتمانين بخمسة وتمانين جنيه البولة دي عجبتني جدا كبيرة من الصغيرة حلوة لو هتحضروا فيها كيكة او كده غاويتة كمان زا ما انتم شايفين كده بسم الله وانشاء الله وما صلى على النبي المصافي والحاجات دي كلها بخمسة وتمانين جنيه واي بولة كبيرة بخمسة وتمانين جنيه عايز اقول لكم ان لقيت حاجات رخيصة جدا عن المحلات اللي عندنا يعني فط المطبخ عندنا بسبعتشار ونص في المحلات لقيتها بعشرة جنيه في سوق الثلاث هنا بقى الشهورات وحاجات تقطلوا ما انتم ماشيين بقى تعالوا بقى هنا اي بدج اي حاجة عايزينها والدنتلة والحاجات اللي هي بتاعة الكلفة بتاعة العبيات مثلا لو عندك عباية سيارة وعايزة اي لون هتلاقي هناك تحطيه مثلا من تحت او استرصة او اي حاجة حاجات جميلة جدا هنا عندي كترينج مقطوع عندك حاجة بتروح تجيب الحاجات دي وتخياطيها عليه زي ما انتم شايفين كده بسم الله ومشا الله اللهم بارك حاجات جميلة جدا جدا اي رأيكم طبعا جميع انواع الزراير تحت هنا العيز الزراير يبقى براحته وبحاسبه هنا المتر القماش بمية وعشرة القماشة جميلة جدا جدا ازا كان يعني هتعملوها مفارش او فارش مثلا لركن او حاجة جميلة جدا القماشة اي متر بمية وعشرة زي ما انتم شايفين كده وهنا برضو الفرو بقى ده بمية وعشرة عنده منه اللون ده وعنده اللون الابيض زي ما انتم شايفين كده كنت عايز اجيب اعمل للمخدات اما قال لي المتر بمية وعشرة ستومشي بصراحة بس في السوق كله بنفس الساعة يعني لو نزلت معها تغديب مية جنيه في الاخ زي ما انتم شايفين كده بسم الله ومشا الله اللهم صلى عن النبي ومش بقى طول ما انتم ماشيين كده زحمة زحمة عايز اقول لكم كأن الناس كلها سبق بيوتها وراحت سوق التلات عارفين بقى القلة دي بحب اشرب منها والتواجن والحاجات كلها هنا هوا ودية بتاع البيبي الصغير اللي هما بيسندوها عليها هنا بقى الصواني اي صانية بمية جنيه صانية عشر حجمها كبير جدا زي ما انتم شايفين كده بسم الله ومشا الله الناس مالمومة هنا عمان يشتروا بقى للعرائز الصواني برضو الوانها جميلة هنا بقى انا مش عايز اصور الناس بصراحة وقفة يعني وبيوتوا كده هما بينقوا الحاجة ده بخمستاشر جنيه اي سيرفيز ملامين بخمستاشر جنيه هنا بقى بيبيع واي جركن فاضية اي غطى ضايع عندك اي حاجة ممكن تلاقيها هنا في السوق هنا بقى اللوند حتى اللوند بيبيعوها والصجان جميع المقاساب بقى اي صاجة هتلاقي هناك والعصائي اللي هي بتفرد الرقاء دي ناسية اسمها دلوقتي وهنا بقى دخلت كده في شريع جنب سنترال لقيت فرشاد بقى ملايات كده زي ما انتم شايفين جميع انواع يعني القميش ده كده من بره ده كماش ملايات كده الناس وقفة بتشتري بقى من جوة مش عادي صور لكم من جوة زي ما انتم شايفين كده يعني اي لون عاجبكو بتاخدوا بقى منه وتعملوا الملايات يعني عايز اقول لكم ولا العتبة ولا الغرية كل حاجة موجودة هنا في سوق الثالث طبعا يعني الاسعار بيهودوا فيها عشان يبيعوا وده ما فارش اطفال كده قطيفة زي ما انتم شايفين فرشاب بقى وبطاطين وهنا شنط متعلقة اي شنطة برده بتسألوا يعني وهما بيهودوا مع كوترينجات بقى الشتة السوق مليان ترينجات ومليان لبس ومليان لبس خروج على فكرة هتستغربوا ان في لبس خروج هوريكو دلوقتي واللبس الخروج رقيص عن بره طبعا هنا اي متر اللي ملقو ماش دور ب125 جنيه وفيه كلام ثاني برده بس بصراحة الخامة بتاعته جميلة جدا جدا يعني انت ممكن تغذي وتعملي مثلا كاس مخدات او تعملي دفيات بتبقى جميلة جدا 05 يعني تغذي الكطعة كبيرة وتعملي مثلا ايه اتنين شبه بعض بالمخدات بتبقى حلوة برده زي ما انتو شايفين كده بسم الله وان شاء الله هنا برده بقى فيه عبيات زي ما انتو شايفين كده العبيات بمي جنيه هنا اي عبيا بمي جنيه يعني مفيش أرخص من كده طبعا اللي عايز بقى ينزل يشتري لبس ويشتري عبيات ويشتري اي حاجة عنده بمي جنيه طعم الفوت ده بمية خمسة وسبعين جنيه اي طعم الفوت بمية خمسة وسبعين جنيه هنا بقى حطين شنط وهنا بقى شنط زي ما تشايفين برضه شنط خروج وهنا بلاستيكات طبعا اللي بتجهز بتروح هناك هنا بقى كيس الغسالة ده بمية خمسين جنيه بس تصراحة خنته حلوة في كيس الغسالة الموس وفي كيس الغسالة الاوتوماتيك اي كيس بمية وخمسين جنيه طبعا في كلام تاني يعني ما هو مش يقول بمية وخمسين جنيه تاخدي مية وخمسين جنيه آآ وعايزين يبيعوا طبعا وبتنزلي شوية في السهال شايفين كده برضو جميع انواع البلاستيكات بقى وخلينا ماشيين هنا اي شب شب بخمسة وخمسين جنيه اي صبوم ده آآ وخامتهم حلوة دخلت محلة عندنا قلي بتمانين جنيه لقيته في السوق بخمسة وخمسين جنيه احلى منه احلى من في المحلات يعني في المحلات ما عندهمش الاشكال دي طبعا المحلات بياخدوا آآ اغلى من السعر العادي عشان هما بيتفعوا اجارات وكده فادور فارشين في الشارع يعني بياخدوا النسبة بسيطة اولية هنا بقى الستير وما لابس دخلية كده كتير بقى ولبس خروج زينا شايفين للبنات وجيب آآ انسات الخروج ومفارش بقى جميع انواع المفارش بتاعت الدوالب والمنبخ وهنا اي كيس آآ من الفرو دوت هوريكو كده وعنده مفارش برضو اي كيس آآ من الفرو ده بستين جنيه طبعا هن هو بيقولك بستين عشان دي تقوله بخمسين فاي كيس هنا بستين جنيه زي ما انتشايفين كده بس طبعا مش نفس الخامة اللي احنا مسكناها اللي هو المتر بمية وعشرة في فرق جامد اه زي ما انتشايفين كده بسم الله ما شاء الله شاكلهم حلو برضو دخل فيهم مستراسة وكده ودي المفارش بقى يعني اشكال كتير بقى كل حاجة لها سعر بسم الله ما شاء الله اللي هو مصنع النبي ما انتشايفين كده اشكال كتير اول وهنا بقى جواكت جميع انواع الجواكت وتشيرتات وشباش شبابي يعني عايز اقول لكم ان عمر يوم لحد بقى وانتو طالعين هتلاقوا كل حاجة موجودة في سوق التلات تنزلوا بقى كده وتتشجعوا تنزلوا الكيوم بقى كده ما يكونش وراكو حاجة وتنزلوا بقى السوق انا كنت رحها جيب سطارة ايكية ما لقيتش بصراحة كنت شايفها قبل كده في السوق بس ما كانش معي ما جمعت حقها وراحت ما لقيتهاش زعلنا جدا عشان ما لقيتهاش بس اكيد يعني قبل العيد هينزلوا حاجات كتير وما عشان ما فيش موسم يعني اليومين دول فمش منزلين برضو ايه الحاجات الجديدة او رحت عليها اصطارة ايكية مش عارفة كانت ملياة يعني كانت مليانة في السوق بصراحة شفتها كتير بس اشتريت شوية حاجة بقى عشان رمضان كل سنة وانتو طيبين وده فستان كده بناتي صغنة زي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله طول ما انتو ماشيين بقى هنا اي اصطارة بمئةين وخمسين جنيه اصطارة سري دي جهزة كده بتغدينها تعلقها على طول يعني هي بتتركب في المصورة كده على طول اي اصطارة بمئةين وخمسين جنيه انا كنت عايزة جيب واحدة لأولادي بس رجعت في كلمة عشان طويلة قبل انا عايزة واحدة قصيرة يعني بالمئيس ازا انتو شايفين كده بسم الله من شاء الله اللهم بارك ولي رأيكم ايه وهنا ايه بقى تعالوا بقى اصدينكم في طقومة الكسات دي ده ده الطقم الاولين ده بربما مياه وخمسين جنيه تركي تعالوا بقى اوريكم الطقمة اللي تلخيصة عشا تصدقوا بجد عروسها وقفة منبهرة بتقول انا راح تسألت عليه بره بصد طقم الجنيه دوت في ست كسات وست كبيات وشافشة او دورا ده بمتين وخمسين جنيه اي طقم من الثلاثة دول اللي جنب بعد بمتين وخمسين جنيه بجد حاجة تحفى شكله حلو قوي قوي هنا بتقول لي ماما مستغلية بمتين وخمسين جنيه والثلاثة دول يعتبر طقمين في طقم وهنا عنده كريستالات وطبق الحلويات ده وطبق التقديم وكريستالات للشوكارات وكده للعريس حاجات جميلة جدا هنا اي حاجة بخمسة وخمسين جنيه هنا بقى الشنط تعالوا قفت هنا عند الشنط الشنطة دي بمية وعشرة جميلة جدا عجبتني فيها ربع سوسات زي ما انتوا شايفين كده يعني تاخد حاجات كتير بمية وعشرة طبعا هتغديها بمية جنيه منه عنده حاجات كتير حلوة هنا فرشة شنط بس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك جميلة جدا دي زيها ما كنت فاكرها شكل تاني وعنده حاجات جلد دي بقى اللي هي بتتغسل اللي هي الغسل ولبس اللي هي السودة دي عجبتني جدا بس برضو حسن انها كبيرة اني انا عايزة حاجة صغيرة نزل بها السودة مش عايزة شنطة فيها ربع سوسات وهنا بقى اللهم بقى تعالوا بقى على الفرشة دي فيها كل حاجة فيها اللهم وده بابس وولعات ده ألم رصاص ابني بيورهولي كده بيقولي ده ألم رصاص وفيه أستيكة بتمسح بتمسح الألم ده جوه الألم بيفتحه كده ويشوفه ده بعشرة جنيه الألم الرصاص ده ما بيخلص يعني اهو مش بيخلص دي الأستيكة بتاعته جوه ما انتوا شايفين كده حلوة برضو لو هتجيبهه الأطفال صغنانين بسم الله ومشاء الله اللهم بارك عنده بقى ساتيك وعنده بابس وعنده ولعات وعنده كل حاجة عنده حاجة بعشرة وحاجة بخمسة وحاجة باتناشر دي باتناشر ونص الولعات دي حلوة برضو للبتوكاز جاملة جدا بسم الله ومشاء الله عنده حاجات كتير قوي بصراحة عنده اللي هي الهواريكو الدبابيس التركي التلاتة عنده بعشرة جنيه هتشوفه معيها دلوقتي بسم الله ومشاء الله اللهم بارك عنده مريب بقى سونا دي دي الدبابيس التركي التلاتة بعشرة جنيه عنده عنده أشكال كتير وعنده حاجات كتير قوي أصفات وحجرة وحاجات كتير قوي ومشاط وفرش يعني عايز بقى لكم الفرشة دي مليانة وحاجات رخيصة هنا بقى حاجات الاطفال البابيهات والكوتشات وهنا بقى البناطيل دي ومشتها جميلة جدا جدا انا كنت بسأل عليها عشان اجابها لولاياتي بصراحة غسلوا لبس البنطلون بمية وعشرة برضو هتفاصلوا بمعاه هتغضوا بمية جنيه هنا بقى برضو حاجات للبتوجاز والنشابات افتكرت اسم النشابات هنا اي ترنج بمية وعشرة بمية وخمسين ليه بيقولك بمية وعشرة عشان انت هتفاصلوا هتغضوا بمية جنيه فهم بيزودوا لعشرة جنيه تعالوا بقى شفوا لبس الخروج ده عجبني قوي قوي البروفلات دي هنا اي بروفل الصغنان ده بخمسة وخمسين جنيه طبعا لبنك يعني دي حاجات صغيرة بخمسة وخمسين جنيه ده برضو الأصفر ده بخمسة وخمسين جنيه زي ما انتوا شايفين برضو خميتهم حلوة كده تركوه جميلة جدا وده بقى وقفت هنا يعني تنحت عجبني قوي الحاجات دي وبحسبه بخمسة وخمسين جنيه بقى قلت افرحكو لقيته بيقول بمية وثمانين جنيه هي حاجات خروج بصراحة وخامتها نطيفها جدا جدا برضو في فصول يعني اللي هو اللي اللي بيحس اللي هو نوي بيشتري بينزله في السعر اللي عارف انه هو مش يشتري بيعلي قوي في السعر تمام فهنا ترنجات برضو يعني طول ما انتم ماشيين بقى ترنجات للشيطة لبس الشيطة كله من سوق التالية عندكو برضو القماش دوت الفرو ده بس هو يعني خمته خفيفة مش فرو من اللي هو الغالي وهنا بقى جميع انواع المفارش للمطبخ زي انتو شايفين كده بسم الله ومشاء الله اللي هو مصدل عندك حاجات كتير السوق طول ما انتم ماشيين زي ما قلتلكو بقى عزين اي حاجة تنزله سوق التالات زي انتو شايفين كده كل حاجة موجودة هناك يعني من الحاجات الغالية للرخيصة وبسعر طبعا ما هو جدا فيه فرشات كتير جدا لسا فيه في جزء تاني عصا هنزله معالكو وفيه حاجات كتير جدا يلا بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل اسيبكو في امان الله مع السلام